السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم السؤال اللي بينطرح على طول من قبل الأشخاص اللي جايين لعالم لينوكس بشكل جديد هو شو هي التوزيعة الأفضل للمستخدم الفلاني المستخدم اللي بده يستخدم الجهاز للبرمجة المستخدم اللي بده يستخدمه للتصميم الجرافيكي للشخص اللي بده يستخدمه كاستخدام عادي الشخص اللي جاي من ويندوز شو التوزيعة اللي لازم يستخدمها الشخص اللي جاي من ماك أو اس شو التوزيعة اللي لازم أنه يستخدمها طبعا هذا السؤال سؤال فالد سؤال صحيح وما في عليه أي مشاكل ولكن لا يعتبر صحيح لأن السؤال اللي لازم ينسئل أو الأصح هو شو هي واجهة المستخدم أو شو هي بيئة سطح المكتب أو الديسكتوب انفارومنت اللي لازم أني استخدمها فأنا إذا كنت جاي من ويندوز فرح شوف أنه البلازما أو السينامان هدول مناسبين اللي بشكل أكتر لأنهن بيأخذوا الواجهة التقليدية اللي متعود عليها بويندوز أما إذا كنت جاي من ماك أو اس فإحتمال أني شوف اللي جنوم أفضل لأنه كمان في بعض إلى درجة معينة وليس بشكل كبير في بعض التشابهات بينها وبين الماك فأنا وقت اللي بدي اختار شو توزيعة لينوكس اللي بدي استخدمها فخليني يوضح أنه الأهم أني ركز على تجربة المستخدم على اليوزر إكسبرينس وليس على التوزيعة بحد ذاتها لأنه أنا بعد ما نزل التوزيعة إذا الواجهة ما عجبتني فأنا ممكن أني غيرها ما في داعي أني روح دور على توزيعة تانية بواجهة اللي ممكن أنها تعجبني أو اللي أنا متعود عليها لحتى استخدمها فالسؤال الأهم هو شو هي واجهة المستخدم اليوزر انترفيس اللي بتهمني أو المناسبة اللي أكتر هلأ خلينا نعمل اليوم رح يكون هاد مجرد مقارنة بين ثنتين من أشهر الواجهات الرسومية أو بيئات أسطح المكتب اللي ممكن أنك تواجهها بأغلب توزيعات لينوكس ألا وهنين Gnome وKDE Plasma رح نشوف المقارنة على التوزيعتين مختلفين تماماً أنا اخترت هدول التوزيعتين اللي هنين في دورة 36 لحد الآن لسه النسخة التجربية وKDE Neon السبب باختيار هدول التوزيعتين أولاً لأنه التوزيعة ما بتهمني السبب الثاني لأنه هدول التوزيعتين بيستخدموا بالسطح المكتب أو الواجهة الرسومية اللي عمالنا نحكي عنها بشكلها الخام فعلى في دورة 36 عندي Gnome 42 وعلى KDE Neon عندي Plasma 524 وهنين آخر إصدارات لهدول الواجهتين الشهيرات أكيد أول شي رح شوفه هو شاشة تسجيل الدخول فبحالة بنوم 42 فأنا رح شوف أنه ما في عندي غير واجهة بسيطة بلون داكن في عندي الساعة بمنتصف الشاشة بالشريط العلوي في عندي على يمين الشاشة أني ممكن أني أطفي الجهاز شوف مستوى الصوت شوف إذا أنا متصل بالإنترنت بعد ما أضغط على اسم المستخدم إذا كان في عندي أكتر من Desktop Environment أو Window Manager موجودين على الجهاز ممكن أني غير بينهم ببساطة إذا كنت حاط الصورة للمستخدم رح تطلع الصورة ابدخل كلمة السر وبتكون الأمور صرت أنا ضمن النظام أما في حالة بلازما رح شوف أنه الوضع مشابه تماما ولكن شاشة تسجيل الدخول اللي موجودة ببلازما هي غنية أكتر رح شوف أنه في عندي ساعة بمنتصف الشاشة في عندي التاريخ كمان في عندي اسم المستخدم وإني دخل الباسورد إذا في عندي صورة بتطلع كمان إذا كان في عندي أكتر من Desktop Environment أو Window Manager رح أقدر أني بدل بينهم ببساطة فباختصار شاشة تسجيل الدخول بالنظامين متشابهة مختلفة ولكن بتقوم بنفس الوظيفة خلينا بعدين نشوف بعد ما ندخل للنظام فأول شي رح رح لاحظوا أنه بحالة GNOME أنا رح يستقبلني اللي هي أسطح المكتب الوهمية أو Virtual Desktop بحالة بالحالة الافتراضية أنا رح يكون في عندي بس سطحين مكتب موجودين عن نظام موزعين بشكل أفقي وتحت رح شوفي عندي دوك بيحتوي على أهم الأمور اللي فريق GNOME بيعتبروا أنها الضرورية للمستخدم بعدين على يمين الدوك رح شوف أنه في عندي الزر اللي بيسمح لي أني أفتح كل التطبيقات المفتوحة بشوف أنه من فوق تحت الشريط العلوي في عندي شريط للبحث هات بيستخدمه لحتى دور على البرامج دور على ملفات دور على أشياء على الإنترنت فواجهة هات الـ GNOME رح شوفها عصرية أكثر من واجهة KDE Plasma اللي من الطرف الثاني على الطرف الثاني من الـ Spectrum رح شوف أنه هي ماشية مع واجهة تقليدية شبيهة باللي متعودين عليها بويندوز فأنا رح شوف أنه في عندي من تحت في عندي شريط المهام أو احتمال ما يكون اسمه الاسم الأصح شريط المهام ولكن في عندي الشريط اللي متعود عليه بويندوز في عندي على يمين الشاشة على يسار الشاشة في عندي قائمة اللي ما لها قائمة ابدأ ولكن اللي هي القائمة اللي بتسمح لي شوف شو هي البرامج اللي نازلة على الجهاز رح شوف أنها مرتبة بشكل قوائم أو بشكل categories بشكل تصنيفات رح شوف أنه في عندي اختصارات لأهم البرامج اللي بيفتحها على يمين الشريط رح شوف أنه في عندي الايكنز اللي بتعطيني حالة النظام بتعطيني من بتعطيني الانترنت بتعطيني سرعة الصوت بتعطيني الساعة بحين أنه على نوم هاي الأمور رح شوفها موجودة بالشريط العلوي رح شوف أنه الساعة موجودة بنصف الشريط العلوي في حين أنه أهم الاختصارات اللي ممكن أني احتاجها مثل الانترنت والصوت والصوت والشاشة موجودين على يمين الشاشة فعندي two approaches مختلفين بشكل كامل بكيفية الوصول للطريقة الأنسب لاستخدام النظام جنوم مثل ما حكيت هي واجهة عصرية شبيهة بما كنتش بعد ما ادخل لقائمة التطبيقات اللي رح تطلع عندي بشكل grid icons مجرد أيقونات وأنا من الضغط على الأيقونة بوصل للشيء اللي بدي ياه للبرنامج اللي بدي ياه في حين أنه بلازما تمشي مع القائمة طبعا القائمة أنا ممكن أني بدلها لنوع تاني إذا ما عجبني هلا النقطة التانية بالمقارنة هي consistency أو التناغم الانسجام بواجهة المستخدم بشكل عام إذا شفنا بحالة جنوم رح شوف أنه أنا في عندي تناغم في عندي كل الأمور رح شوفها بالمكان اللي المصممين حاطينه بالهم وبعد ما أشوفها أول مرة خمس أو عشر دقيق رح تكون إن حفظت عندي وصرت أعرف كل ذر وين مكانه فرح شوف أنه الشريط العلوي بيحتوي على الأيقونات أو العناصر بتختلف من برنامج للتاني بس دائما رح تكون بمكانها بمكان واحد فأنا إذا جيت بدي أشوف شو هي الخيارات الإضافية اللي موجودة لبرنامج معين رح شوف أنه في عندي الأيقونة اللي هي الأشريطة الثلاثة أو الهامبرجر مينيو دائما موجودة على يمين الشريط العلوي على يمين الشريط العنوان بتكون على طول موجودة جنب زر الإغلاق في حين أنه بحالة بلازمة الوضع ببلازمة الإصدارات الجديدة تغير بكتير وصار أفضل بكتير من الإصدارات الأديمة فكمان صار في عندي تناغم بين كل البرامج طبعا هاي البرامج اللي أعمالي أحكي عنها بالحالتين بحالة KDE و بحالة KDE بلازمة و بحالة جنوم هي البرامج اللي جاي مع الديسكتوب انفارومنت ما في عندي أي برامج إضافية باستثناء اللهم الفايرفوكس اللي جاي نازل على التوزيعتين فمثل ما قلت انه بحالة بلازمة لسه لحد الان في عندي بعض البرامج بلاقي انه الهامبرغر مينيو أو الأشريطة الثلاثة بلاقيها موجودة على يمين الشاشة على يمين البار العلوي شريط العنوان بعضها بلاقيها موجودة على يسار الشريط العنوان وبعضها رح شوف انه لسه لحد الان بتستخدم النمط القديم اللي هو عبارة عن التولز مينيو أو اللي هي اللي بتعطيني انه في عندي الفايل اللي هي اللي في عندي الفايل فهذا النوع من الشريط من شريط القوائم يعني يفترض انه يلتغي من الوجود فبحالة التناسق بيعتبر انه الرابح هو جنوم لانه ما في عندي اي شي ممكن انه يضيعني فبهاي النقطة شوف انه بلازمة لسه لازمها شغل اكتر لحتى تخلي تجربة المستخدم هون عمالي احكي على اليوزر اكسبرينس اسهل بالنسبة لليوزر انترفيس هذا الكلام راجع للمستخدم ما فيني اقول انه واحدة بتربح حالتاني ولكن كيو اكس يوزر اكسبرينس اكيد جنوم هو الرابح وباعتبار كنت عمالي احكي مني شوي على شريط العنوان فخلينا كمان نشوف الاختلاف الاكبر بين هدول الواجهتين هو بحالة جنوم بشكل افتراضي بالشريط العلوي بشريط العنوان انا ما في عندي غير زر اغلاق النافذة فانا اذا كنت بدي كبر النافذة ما في عندي الزر اللي موجود اللي متعود عليه بويندوز او بماك اللي بيكبر لي النافذة لحتى كبر النافذة لازم اني اضغط ضغطين على شريط العنوان اما بلازما فهي بتمشي مع نمط تقليدي وانا في عندي زر الاغلاق في عندي زر التصغير لشريط المهام او في عندي زر تكبير الشاشة للوضع للفول سكرين او للوضع الكامل ومثل ما حكيت بالبداية باعتبار انه بلازما تستخدم شريط مهام تقليدي اللي هو عبارة عن القائمة على يسار الشريط بعدين جنب القائمة في عندي اختصارات لاهم البرامج اللي بدي استخدمها وممكن اني ضيف عليها على اليمين في عندي اختصارات اللي هي للانترنت للصوت لازهار سطح المكتب ما بعرف ايه الايقونة ليش موجودة بتوقع انه بويندوز شالوها يعني مين لسه بيستخدم هذا الزر لحتى يخفي كل التطبيقات هي ما بقلك انه مالها مفيدة بس صارت من العصر الحجري مالها اي داعي انها تكون موجودة في حين انه انا على جنوم ما عندي شريط مهام سفلي وما فيني شوف الابليكيشنز اللي مفتوحة وانما بالشريط العلوي مثل ما حكيت بيرش عقول انه في عندي على يمين الشاشة يمين الشريط في عندي كمان اختصارات لاهم البراء لاهم الامور اللي ممكن اني احتاجها مثل الصوت والانترنت وايقاف والتشغيل اني ادخل للسيتينجز اني غير اعدادات الباور بالنص رح شوف انه في عندي الساعة مع التاريخ وعلى يسار الشريط العلوي رح شوف في عندي زر بيفتح لي الاكتيفيتيز او ممكن اذا رحت ونزلت اكستنشن لهذا الشريط ضيف الابليكيشنز فبحالة شريط المهام او البار العلوي او الستاتوس بار سمي الاسم اللي بدك ياه الرابح بوجهة نظري هو بلاسما رح اقول ليش وليس جنوم في فيه نقطة وحيدة اللي بتعطي اللي بتخليه يتفوق عليه انه هو وقت اللي بيكون في عندي بتستخدم سيستم تري او ايقونات مصغرة لنقول على سبيل المثال مثل الاو بي اس فانا وقت بفتح الاو بي اس رح شوف انه بشريط بلاسما رح تطلع عندي الايقونة المصغرة اللي بتخليني اعرف انه هاد البرنامج مفتوح واذا كنت عمال يسجل او صور كما رح تطلع عندي النقطة الحمرة في حين انه على جنوم هاد الكلام ما له موجود بشكل افتراضي بشكل ديفولت لازم اني نسل اكستنشن معينة لحتى احصل على هاي الميزة بنفس الوقت بالنسبة الشريط اللي هو النقطة التانية اللي بتخلي البلاسما يتفوق على الجنوم هي بحالة بحالة مستويات الصوت انا وقت اللي بضغط على ايقونة السبيكر رح شوف انه بلاسما عمالها تعطيني عمالها تعطيني شرح مفصل عن كافة اجهزة الادخال والاخراج اللي موجودة على نظامي فانا اذا في عندي سبيكر واحد سبيكر اتنين سبيكر ثلاثة وفي عندي ميكريفون ميكريفون اول ميكريفون يو اس بي وميكريفون اللابتوب رح شوف الى ثلاثة موجودين رح شوف الكل موجودين اما على جنوم اذا ضغطت على زر السبيكر على ايقونة السبيكر ما بيطلع عندي غير السلايدر اللي بيخليني يغير الصوت بشكل عام سواء كان صوت الاخراج او صوت الادخال فبهاي النقطة الرابح متل ما حكيت هو بلاسما هلا النقطة اللي بعدها بالمقارنة هي المتجر الموجود على كل واحدة من هدول الواجهتين بحالة بلاسما انا في عندي متجر ديسكوفر وبحالة جنوم في عندي السوفتوير سنتر هدول الاثنين مالي شايف اي اختلاف بينهن يعني اتنياتهن بيعطوني نفس الوظيفة اللي بدي ايها اللي هي اني دور على برنامج ممكن اني دور على برنامج اذا كان بدي اضيف مستودع ممكن اني ضيف مستودع ولكن طريقة العرض مختلفة بين البرنامجين بين المتجرين فبحالة بلاسما بحالة ديسكوفر رح شوف انه في عندي على يسار الشاشة في عندي قائمة جانبية بتعطيني اختصارات بتعطيني امكانية البحث بتعطيني امكانية تغيير الاعدادات اذا كان بدي حدث النظام ممكن من خلالها اني حدثه بعدين رح شوف انه ممكن اني دور على البرنامج اللي بدي اياها وقت اللي بشوف البرنامج اللي بدي اياه رح شوف انه على يمين الشاشة بيطلع في عندي صورة مصغرة واحدة للبرنامج في عندي التقييم في عندي معلومات عن البرنامج في عندي تقييم المستخدمين فبالنسبة لطريقة العرض بKDE Plasma يعني تعتبر بتعطيك الشي اللي انت بدك أما بحاجة الصوفتور سنتر اللي موجود على جنوم فطريقة العرض مختلفة بالكامل لأنه أنا رحشوف أنه في عندي نظام التابس أنه رحشوف أنه أول شي في عندي في عندي أيقونة المكبر اللي بتخليني أني دور بعدين رحشوف في عندي توزيل تبويبات في عندي لا اكتشاف برامج جديدة شوف البرامج النازلة شوف إذا كان في عندي أي أبديت بعدين رحشوف أنه في عندي كاتيوريز في عندي تصنيفات وقت اللي بدور على برنامج معين رحشوف أنه في عندي طريقة العرض شخصيا بعتبرها موديرن أكتر وأجمل من الطريقة اللي مستخدمتها بلازمة فبهي النقطة ما رحقول فيه رابح ولا خاسر بس بالنسبة إلي شخصيا بفضل الطريقة اللي موجودة على السوفتور سنتر على قدوم أكتر من الديسكوفر الآن بنيجي لنقطة تانية بالمقارنة ألا وهي الفايل إكسبلورر أو منتصفح الملفات اللي موجودة على كل واحدة من هدول الواجهتين بحالة نوم في عندي ما يسمى فايز أو أديما كان اسمه الناتوليس بحالة كي دي إي بلازمة في عندي الدولفين شخصيا أنا بشوف أنه الاتنين يعني بالإصدارات الأخيرة برجع عمالي أحكي كل هذا الكلام عمالي يكون بالإصدارات الأخيرة الاتنين يعني بيقدوا المهام اللي مطلوبة منها أني أنا استعرض الملفات اللي موجودة على نظامي بس بشوف أنه هذا الكلام بينطمئ مو بس على متصفح الملفات وإنما على جنوم بشكل كامل أنه جنوم بتعتمد على البساطة يعني هي بتعطيك بس الأشياء الضرورية أو الأساسية اللي أنت بدك إياها فأنا رح شوف أنه بحالة جنوم بحالة الفايلز اللي موجودة على جنوم يعني أنا إذا ضغطت على الزر اليمين رح شوف أنه ما في عندي إمكانية أني أنشئ ملف جديد في عندي إمكانية أني أنشئ مجلد بس ما فيني أنشئ ملف جديد أما على دولفين فأنا في عندي أبشنز أكتر في عندي غاني أكتر بهذا الكلام مو معنى أنه واحد أفضل من الثاني لأن على دولفين أنا لسه في عندي خيارات مخفية لحتى أوصل هاي الخيارات المطورين بالنسخة الأديمة كانت لها محطوطة هيك بشكل عشوائي وما في أي تناسق بالنسخة الأخيرة من دولفين المطورين شغلوا كل الأشياء اللي ما بديها وحطوها بالقائمة بالهامبورجر مينيو بنهاية القائمة برشع للقائمة للشريط المينيو شريط القوائم الأديم رح شوف أنه الفايل والأديت ومن الأمور كلها لساها موجودة بالنسبة للشريط اللي بيطلب في عندي اللوكيشن أو الموقع اللي أنا موجود فيه على سبيل المثال في حال أنا ضغطت على هذا الشريط ممكن أني روح لأي مسار بديها بدون استخدم الأيقونات وفوت من قائمة لتانية من أيقونة لتانية أما الاختلاف الأكبر واللي بوجهة نظري بيخلي الدولفين متفوق على الفايلز هو ميزة السبليت سكرين فأنا على الدولفين إذا كان بدي أفتح مجلدين مختلفين فأنا بضغط على سبليت وبعدين رح يكون فيه عندي واحد على اليمين وواحد على اليسار وبنقو الملفات بشكل كتير بخصيد بحالة جنوم أنا لازم أني أضغط على الأيقونة أو على الملف وقال له كوبي أو الكنترول سي وبعدين روح للمسار التاني بنافذة مختلفة لحتى أعمله كونترول فيه أو البيت فبهاي النقطة رح شوف أنه دولفين يعتبر أفضل بنوعا ما ما رح أقول يعني كمان هذا الكلام نسبي وراجئي شخصيا رح أقول أنه الدولفين أفضل من الفايلز وخلينا نحكي على النقطة ما قبل الأخيرة اللي هي الترمينالز اللي موجودة على كل واحدة من هدول الاتنين فعلى جنوم في عندي الجنوم ترمينال وعلى بلازما في عندي الكنسل هلا من ناحية التخصيص والأوبشنز اللي موجودة بكل واحدة من هدول الاتنين فأكيد الرابح هو بلازما هو الكنسل مع كي وليس مع سي أما من ناحية الفونكشناليتي هي بتهمني أكثر شي بهمني بالترمينال فالرابح هو جنوم ترمينال السبب أنه على كونسل أنا في عندي مساحة يعني مساحة كبيرة اللي ضايعة من الشاشة يعني أنا في عندي في عندي أول شي شريط العنوان وبعدين في عندي شريط القواهم وبعدين في عندي شريط ثاني لا يعطيني إذا كان بدي تاب جديدة بدي نافذة جديدة فأنا مضيع تقريبا يعني خلينا نقول خمسة عشرين بالمئة من حجم النافذة المفتوحة لأمور ما لها ضرورية يعني أنا بالترمينال كل هاي الأمور ما بتهمني أما بحالة بنوم أنا ما في عندي ما في عندي أي شي من هاي الأمور أنا ما في عندي غير شريط العنوان في على الهامبورغر مينيون في على زر واحد لإضافة تاب جديدة وخلص هات كل شي بهمني من الترمينال الآن إذا جيد بعدين بدي عدل الترمينال بدي غير الألوان بدي غير الخط بدي غير الشفافية كل هاي الأمور موجودة بالتو تيرمينالز فما في اختلاف من ناحية الفنكشناليتي فلهذا السبب بحالة التيرمينال الرابح الأكيد هو جنوم تيرمينال وليس كانسل مع كي وليس مع سي أما النقطة الأخيرة بالمقارنة فهي تطبيق الإعدادات أو السيتينجز بهاي النقطة ما في عندي رابح أو خاسر صعب جدا أنيقول واحد أفضل من الثاني لأن الجنوم بتمشي مع السيمبليسيتي أو مع البساطة فأنا رح شوف أنه ما في عندي قوائم مخفية أو أسماء غريبة يعني أنا بدي غير بدي فعل الواي فاي بروح لقسم الواي فاي بدي ضيف كيبورد عربي بروح لقسم الكيبورد بدي غير الويل اللي موجود على الماوس أو العجلة الموجودة على الماوس بروح لقسم الماوس بدي غير أعدادات الخصوصية بروح لقسم البرايبسي بدي شوف معلومات عن النظام بروح لمعلومات عن النظام بدي غير الكلام بجنوم 42 بدي غير الابيرنس من اللايت مود للتارك مود بروح لقسم الابيرنس وبغيرها في حين إذا جيت على السيتينكس اللي موجودة ببلازمة فأنا لازم إنه يكون فيه ضغطت على زر أبلاي لحتى اطبقت الثيم بعدين بدي يغير الايقونات برجع لقسم الابيرنس من الابيرنس بروح للآيكونز بدور على الايقون اللي بدي إياها بضغط على أبلاي تغيرت بدي أرجع بعدين ضغط مع تعرفة وين أنا موجود فبحالة KDE بلازمة صح هي متفوقة أكتر وهذا الكلام كل الناس بتشهد فيه إنه إمكانية التخصيص اللي موجودة ببلازمة ما في أي ديسكتوب إنفايرمنت تانية ممكن إنها تجاريها بس يعني لازم يكون فيه عندك طولة بال وإنك تقعد ومثل ما بقلكم أنا وقت اللي ابتديت استخدم بلازمة من سنين لسه هلأ الوضع صار أفضل بس من سنين يعني كان وجع رأسه لحد الآن يعني ما له بالوضع السهل هلأ صار في عليها شوية التعديلات صار في عندي إمكانية إني دور صار في عندي السيرج صار في عندي وقت اللي بغير نقطة في عندي خيار إذا ضغطت عليه بيعطيني شو هو المكان اللي عملت فيه التعديلات بس لحد الآن يعني بقول إنه بحالة بلازمة يعني لسه لازمها الشغل لحتى توصل للسيمبليسيتي ما بتوقع إنه يمشوا مع الاتجاه اللي جنوم ماشي عليه بس يعني كمان السيمبليسيتي بهاي النقطة بوجهة نظري إذا أنت بس بدك نظام شغل فاروح مع جنوم إذا أنت مستعد إنك توجع راسك وحتى تعرف كل واحد من إعدادات التخصيص موجودة فاروح مع بلازمة كمان يعني أنا ما حكيت عن كل الأمور اللي موجودة ببلازمة لأنه هاد لازم فيديو منفصل فيديو مخصص بس لنحكي عن كيفية تخصيص بلازمة بس بهذا الشكل بكون يعني عطيتك لمحة عن شو ممكن إنك تتوقع من كل واحد من كل واحدة من الواجهتين إذا أنت كنت من فريق نوم أو من فريق بلازمة أو أنت بتستخدم واحدة وبدك تقول الثانية فيعني رح شوف أنه مثل بس لحتى نختصر بكلمتين إذا أنت كنت بدك السمبليسيتي والبساطة فاروح مع جنوم إذا كنت بدك التخصيص وأنك تعمل النظام بالشكل اللي بدك يا روح مع بلازمة وممكن لحتى ما قل لك إنه بدي استخدم نيون حصرا أو فيدورة حصرا كل واحدة من التوسعات ممكن تنزل عليها أي ديسكتوب انفايرمنت أنت بدك يا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغل زر الأعشاب ومشاركة المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم آراءكم وتعليقاتكم تركوا ليها بقسم التعليقات لشوف أنتوا من فريق جنوم من فريق بلازمة من فريق XFCE من فريق سينامون لحتى نعمل أحصائية عن الاستخدام اللي عندك بالنسبة للأشخاص غير المشتركين إذا شايفين المحتوى اللي عمنا نقتمو مفيد وممتع بنفس الوقت فلا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى نتمكن مع بعض من بناء مجتمع لنكسوا برمجيات حرة مفتوحة المصدر أكبر يوم بعد يوم بلتي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله اشتركوا في القناة